فيما يتعلق باختيار منصب رئيس الجمهورية هل نقول بأننا وصلنا إلى طريق مزود الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد لاختيار الرئيس لم يحضر النواب ولم تعقد الجلسة إذا ما تكرر هذا السيناريو بعد أيام ما الذي سيجريه؟ الموضوع نعم فيه نوع من التعقيد وأعتقد ليس المرة الأولى هذه الدورة الخامسة وفي عام 2010 أيضا حصل انسداد سياسي وتم فتحت المحكمة الاتحادية كان متحة المحمود إنذاك وكان الفتوى أنه يستمر رئيس الجمهورية باعتبارا لمادة 72 ثانيا لمادة 70 هي تكلمت أنه ينتهي الدورة وولاية الرئيس الجمهورية بانتخاب رئيس منصب النواب وأول جلسة رئيس منصب النواب أنه خلال 30 يوم يتم انتخاب رئيس الجمهورية لكن في حالة عدم انتخاب رئيس الجمهورية هل تنتهي مهامه أو أنه يستمر؟ بصراحة هذا الموضوع يحتاج إلى تفسير وأعتقد أنه السيد رئيس الجمهورية كتب إلى المحكمة الاتحادية هل يستمر رئيس الجمهورية بأداة مهامه لحين انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار الموضوع ليس بسهل حتى لا يحصل هناك فراق فهذا الموضوع ليس المرة الأولى كما أسلفت أنه هناك حالة مشابهة في 2010 فيما يتعلق بالتوافق هل تعتقد بأن هذا الأمر يمكن أن يحسن قريبا؟ قريبا خاصة وأنت قلت بأنه لا بد أن يحسن وضربت مثال بالألفين وعشرة على فكرة ألفين وعشرة لم يكن الجدل حول منصب رئيس الجمهورية وإنما كان الجدل حول منصب رئيس مجلس الوزراء أنت تعلم أن الرئيس الجمهورية عندما يتم اختياره هو الذي يرشح شخصا لمنصب رئيس المجلس الوزراء ويتم التصويت عليه نعم سيد سعود نعم أخي العزيز نعم المحكمة الاتحادية هي ستكون كلمة الفصل في ذلك بصراحة السقف عالي الفتوى المحكمة الاتحادية قالت أنه يجب توفر ثلثين أعضاء مجلس النواب لكي تعقد الجلسة يعني مئتين وعشرين عضو فما يعني جعلت المهمة صعبة بصراحة أنه الجلسة تعقد في مئتين وعشرين نائب يعني صعبة جدا ما يضطر يعني أغلب الكتل السياسية أن تعود إلى التفاهمات السياسية وأن تصل إلى حلول يعني مشتركة بصراحة اليوم يعني ما يطرح من حكومة أغلبية وحكومة توافقية يعني لم لا يعني أن تكون يعني بصراحة أسأل السؤال لم لا أن تكون حكومة أغلبية يعني موالات ومعارضة ونحن رأينا أن الحكومات السابقة كانت أجمل أغلب الكتلية مشاركة بالحكومة وهي معارضة ولم تستطيع أن تنتج أو تحاسب المسؤولين لأنها أيضا مشاركة بالحكومة فلماذا لو نجرب تكون موالات معارضة من يشترك في الحكومة يشترك ومن يعارض ويقوم ويكون مؤثر أكثر إذا كان غير مشترك وإذا كان معارض يستطيع أن يقوم ويكون مؤثر أكثر فلماذا لا نذهب بهذا الاتجاه فلنجرب حكومة الأغلبية وهناك أرى كثيرة تؤيد وقسم منها يعارض فنتمنى اليوم من الساسة أن يغلبوا مصلحة العراق على المصالح الفئوية والضيقة واليوم ما يقارب 80% من أعظام أجلس النواب هم جدد ولذلك نتأمل خير ويكون هذه الدورة دورة خير وينتج عنها حكومة وطنية بصراحة الصراعات السابقة خلال عقد وأكثر من نصف العقد يعني عانينا كثيرا بسبب الصراعات السياسية بعد كل انتخابات تدخل للصراعات وتحتدمها الصراعات وحتى الإرهاب يستفيد من هذه الصراعات ترجمة نانسي قنقر